ازاي اوكم يا جماعة عاملين ايه هنتكلم مع بعض دلوقتي عن تكييف زانوسي هنتكلم عن مميزات وعيوبه واسعاره اول نقطة نقطة المميزات هو صناعة ايطالي اللي ما يعرفش تكييف زانوسي كفاة وعالية جدا خاصية التبريد السريع فيه طبعا خاصية تيربو لكن هنفضلش طبعا استخدامها كتير عشان استهلاك الكهرباء وبتضع في الكمبريسور على مدى الطويل الوحدة الخارجية متصنعة بطريقة كويسة تقاوم للصدق والتأكل استهلاكه للطاقة كويس مش عالي زي معظم التكييفات الفلاتر بتاعته برضو كويسة وسهلة التنظيف من مجرد بس ان انت بتشيل بترفع الكوفر بتاع الوحدة الداخلية وبتشيل الفلاتر وتحطها تحت المية وتنشفها وترجعها تاني بمنتهى سهولة مفيش مشكلة فيه شاشة عرض لبيانات درجة الحرارة اللي انت مزبط عليها التكييف فيه خاصية التشغيل التلقائي لو الكهرباء اطعت على الجهاز وبعد كده يرجع التاني هو بيشتغل اوتوماتيك على اخر وضع حضرتك كنتم مزبطوا عليه مش محتاج ان انت تزبطوا من اول وجديد ودي من المميزات الكويسة فيه اه صوته هادي اه في افل الريموت اه في الريموت عشان خاطر اه لو في عندك طفل ولا حاجة وهيلعب بتقدر ان انت اه افل ده يقدر ان انت تتحكم ان الطفل ميلعبش فيه اه اسعار اه التكييف ده تعتبر اقتصادية وموفرة عن باقي الانواع وهنتكلم عليها كمان شوية اه في خاصية التوجيه الوتوماتيكي اه ده بيحس بالحركة بتاعتك وبيتتبعك زي ما بيقول يعني اه دي برضو من المميزات الكويسة ومش موجودة في بعض الانواع التاني اه العيوب اه بعض الموديلات اه فيها فتحة بتاعت الوحدة الداخلية فتحة التهوية بتاعتها بتبقى صغيرة شوية اه وخصوصا في التكييفات اللي هي الزغيرة اللي هي واحد ونصف صغيرة اه فده الاسف انا شايفو ان هو عيب شوية في الوحدة الداخلية بتاعته اه في بعض الموديلات الواصلة بتاعتها برضو بتيجي زغيرة اه ما بتتجاوس الاربع متر ابدا اربع متر اطولي فانتا ممكن تحتاج اه انك تشتري واصلة واصلة نحاس جديدة اه ودي بتكون غالية شوية اه قبل ما تركب يعني في اه بطرة الضمان بتاعته اه بتبقى قليلة اه اه وللاسف دي اه عيب فيه اه لو كارنت اه ما بينه وما بين انواع تانية هتلاقيه الانواع التانية اللي بتوصل لعشر سنين طبعا افضل اه الاسعار بتاعته اه هنتكلم عليها بس قبل ما نتكلم عليها لازم حرارك تكون عارف انك بتقيس القدرة التكييف اللي انت محتاجها حسب المكان اللي انت بتها تكيفه لازم تقيس المكان طول في عرض في ارتفاع يعني تقيسه بالمتر المكعب مش بالمتر المسطح اه التكيف الواحد ونص حصان اه مناسب لمكان خمسة وخمسين متر مكعب والتلات حصان مناسب لحد مية وتلاتة متر مكعب والاتنين وربع مناسب لحد تمانين متر مكعب فحضرتك اه مشكورا ما تخليش حد يقسلك المكان طول في عرض ويقول لك اده خلاص لان كل مكان بيختلف عن التاني لو محل في ارتفاع ستة متر غير اوضة وفيها سعفة معلقة ارتفاع اتنين متر تلاتين ولا اتنين متر ونص اه فلادم تاخد بالك من النقطة دي اه الاسعار اه التكيف الواحد ونص البارد عامل خمس تلاف وثتمائت جنيه اه البرد ساخن بخمس تلاف وثمين متر جنيه التلاتة حصان عامل اه حداشر الف وخمسمين جنيه بارد ساخن والبارد بس عامل تسعة ثلف وثتمية اهleri اه الاتنين ورابع بسبعة الافة وثمومين جنيه بارد ساخن والبارد فقط بسبعة ونص طبعا اسعار اقتصادية جدا واء اه 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 انت حبيت ان انت تشتري الجهاز ده فهو جهاز محترم. واتمنى ان انا اكون في التوكم ملوط بمعلومة صغيرة وما تنسونيش باللايك وسبسكرايب وقول لكم سلام.